إذن أستاذ السائل كي يقول أنه كان مع الأب ديالو وبغوا في الدار ديالو وقال له زيد شيء زي ما نكبروا الدار زي ما طبقه الأولى وطبقه التالي على أساس أنه من اللي يبغي يكتب له واحد شقة فنكروا الأب ديالو بل أكثر من ذلك قال له خروج عليها من الدار لما طالب بحقه واش الأب عنده الحق أستاذ باعتبار أنت ومالوك لأبيك وزعبارة دياليك أنت كلك ديال نعم هذه المسألة اللي كيتكلم عليها السائل كذا تعلق عند الفقهاء بوحلق ديالك يسميها الإلزام بالوعد لأن اللي بين الإبن وبهدبه وعد قال له عاوني نبني هذا الدار وآنا من بعد قادي نساعدك تشريد دار ديالك مستقلة هكذا هذا المسألة ديال الإلزام بالوعد عند الفقهاء لأن الإنسان لو وعد شي واحد شي وعد منفرض أن يفي به هذا هو اللي كان بدو به طيب واش عندنا الحق أن نلزم شخصا وعدنا وعدا أن نلزمه به بمعنى خص صيوفي بذلك الوعد هكذا هذا ماشي إيجاب وقبول هذا ماشي عقد ماشي بيع الشراء ولا كيراء ولا هذا وعده وعده وعدا وفي النهاية قال له مربما ما قلش هكذا ولا أنت ما فهمتش وتشاجر وقال له خرج من الدار قال له خرج عليها من الدار نحن نتكلمه في القضية ديال الإلزام بالوعد عاد نتكلمه على العلاقة ديال الإبن بالأب دياله الفقهاء في هذه المسألة ديال الإلزام بالوعد يعني وإن كانوا اختلفوا فيها كيقولوا يعني الوعد بالنسبة للناس عموما لأي واحد قال شي وعد ليس ملزما ليس ملزما لو وعد شي وعد لشي واحد ماشي ضروري أنه يوفي به وأنه يديره بعض الفقهاء قالوا هو ملزم ديانة وليس قضاء معنى هذا الكلام بمعنى لو وعدوا مثلا قلوا غادي ساعدك من بعد ما تساعدني في الدار غادي ساعدك بشري دار ما معنى ملزم ديانة يعني بينه بين الله إذا وفى بهذا الوعد راه يعني الدلع ليه موفيش بينه بين الله هو اللي غادي يعني يحسبه وما معنى ملزم قضاء كيقول هو ملزم ديانة ولكن قضاء ما عندهوش الحق لو ما كانش الأب مع ابنه أنه يمشي عند القاضي ويقول لقد وعدني وأخلف وعداه ووهدى بعض الفقهاء أخرين يقولوا ما يلزم به ما يلزم به الإنسان ديانة يمكن أن يلزم به قضاء ولكن هذا قل اللي قالوها إذن كان نرجعوك نقول الوعد ليس ملزما بالنسبة للأبي وقالوا واحد الكلام وتراجع عنه هذا كأننا كان لخص هذه المسألة طيب والتفاق اللي كان بينتهم قالوا ساعدني ابني الدار وأنا نساعدك يعني نبدو بالحالة الأولى الأب يعني من حقه على أبنائي أنه يطلب منهم المساعدة ما تحتاجها يعني بحالي قلت يا أستاذ أنت ومالك لأبيك الأب مثلا عنده دار بقيمة بنياش ما فيهاش أستاذ المسائل الأساسية ما فيهاش النوافيد ما فيهاش البيبان بغيء يعني بنيوي أو زي طبق أخر أو زي طبق أخر مثلا فيني توسع هذا والإبن ديالو قادر مثلا على هذا يعني هذا حق الأبي على هذا الإبن أنه يساعده طيب والأب تطوع من نفسه وقالوا ساعدني وبعد ذلك أنا عود نساعدك حق ديال أب نفسه نعم لأن الأب ما عنده فين يسكون أو أستاذ هم عندهم دار مثلا هذي كنشوفوها في المجتمع نعم كيكون لولد مثلا خدام أو البنت تقول لأب ديالو أو هاتي يقول له باش نتوسعوا كاملين نعم نزيد ذلك البرتمال الفوق نزيدوا واحد من داع الشقة الفوق وراء ديالك نعم ولكن في الأخير ما ينتزم نعم ما قالوش ديالك قلوا قلوا نعتك شقة نعم ماشي من هذيك الدار ربما ربما قالوش ما كان مستقل الله أعلم طيب هو وعده هذي وعده هذا الأب بغي يدير الدار بغي يتوساعد لأي ابن قادر نحن في غير حالة دياله هذي السائل كنقوله خصو عينه خصو يساعده ما يخليش الأب دياله محتاج لمساعدة ويطلبها منه وحد آخر وهو ما عندوش فهو يعني هو اللي خصو يتطوع ويساعده اللي لازم على هذي الولد لازم عليه واجب عليه يوفر ليهم سكن مشي شرط يكون السكن دياله مشي شرط يكون أكثر من طابق المهم سكن فين يكونوا عايشين حياة كريمة هذا هو الأصل يولي يستطع الإنسان ما هو أكثر من ذلك يعني هذا من باب أولى وأكد يوسع على نفسه يوسع على وليده الاتفاق الذي بين هذا الأب و هذا الإبن أنه يساعد الأب دياله والإبن أنه يعطيه واحد شقة واش معاه في الدار ولا خارج الدار ما تبينش الأمر من بعد ما سال الأب وابنا الدار وإلى آخره ذكره الإبن بهذا الوعد قال له وعد تاني كذا وكذا قال له ما قلت لك شنا هذا الكلام هذا ذكره ذكره على حساب قول السائل نعم وهو مستقيم فيما قال قال له ما كيش ربما تشجره ربما تزيده في الكلام ربما فطردوا من البيت قال له خرج من البيت نهائيا يعني هنا كان أرجع نقول لهذا السائل خصو يستحضر المقام ديال الواليد دياله هذا الأب دياله يعني فرض أنه وعده وعدا وأخلفه لا ما نقوله ما عندهش قدرين في فد ولا ما أخلفه ما بغاش يكمل وعد دياله بلحت شي حاجة هذا الوالد هذا تلزمه الطاعة تلزمه الطاعة ويلزمه البر وفرض أنه وشاجر مع الاب دياله غادي يرجاع وتصالح معاه ويستمر في البر ديال الاب دياله وخاطر ضمن البيت هذا الوالد خصو يرجع عند الاب دياله ويطرق الباب دياله أكثر من مرة ويبقى يعني بحال يكن قوله إحنا يتحترج له إلا حتى يصالحه وحتى يبغي يحضر معاه وما يساويه مش الاب دياله يقول له أعطيني ولا قلت لي غاة أعطيني ولا من هذا القبيل هذا هو اللي خصو يكونه أستاذ رغم أنه وعده رغم أنه ساعده رغم أنه هذاك شي يحتسبه عن الله الآن يحتسبه عن الله هذا ينوره كمّلني كار تفاصيل خلق على أنه الآن ينك يسوه مبقاش عنده استعداد مش أنه يصير راح معباه نعم هذا هو اللي كانت تكلمه عليه فإحنا قلنا لو الوعد ديال الأب في الأول غير ملزم أستاذ رماشي ضروري يوفي به لأن الفقهاء قالوا الوعد غير ملزم بينه وبين الله تعالى ولكن خصو يرجع أستاذ يبرر الأب دياله إذا كنا احنا أستاذ مؤمورين في الإسلام أنه الأب والأم لكانوا في على غير دين الإسلام على غير دين الإسلام أننا نبرهم ونوصلهم ونعتنو بهم فكيف بالأب وقع بينه وبين ولده خلافه شناء على ود واحد القضية كانت تقع الخلاف فيها دائما فهذه والأمور المدية تعود دائما دائما هي فعلا أستاذة هي من خلال الصورة اللي حكا سيد السائد يعني الأب هنا يعني كل واحد لأنها دي حقوق أستاذة مثلا وهذه المال كان عنده مثلا فيها تبقى وحدة وفوية ثلاثة مثلا خاصة عند ذلك المال يعني أسهم بشكل قوي يعني بواحد يقدر كبير ديال المال وكيشوف مثلا الخوته غدي جيو ويسكن فيها ولا ربما قاعد ذلك الأب تموت ذلك الأم ويتزوج من روحة أخرى ويجيو يعني هو غدي تقصح من داخل وإنما غد القضية ديال نعم كنا نرجع هكذا من كي تعارض يا أستاذ عندنا هذا الحق اللي قلت يا أستاذ مع هذا المعنى الكبير اللي هو البر اللي الله عز وجل في القرآن الكريم قارنه بعبادته وبتوحيده ما كيبقاش كنا نرجع أستاذ البر ديال الأب فالحالهدي وكان قل هاد سائل رغم الخلاف اللي وقع بينتهم والأب اللي ترضو من البيت يخصو يرجع لأب دياله ولا يبرح مكانه حتى يرضى عليه ويفرض أنه بغش يتكلم معه كيبقى يحاول ويكرر المحاولة إلا حتى وست يرجع على وفاق مع أبيه وما باقش يجبل ذاك الموضوع نهائيا لأمرين للأمر الأول ربما أستاذ مع المعاملة الحسنة والبر هو يبر الوالد دياله لأجل البر ربما القلب ديال الأب دياله يرتب ربما يتراجع راه القلوب وبين أصباع الرحمن ربما يشوف هذاك الولد هذاك في ديك الحالة لأنه ربما يحتل الأغلاض عليه لأنه يقول له راه قلتي لي كذا وكذا الأب يقول له ربما رفع الصوت للإبن ربما قال له انتضحك تعلية أو كذبت تعلية أو فوقع عليه انفعل ووقع الغضب فيرجع عند الأب دياله ويستضيه لعل الأب دياله يعني ماذا أقول يحل القلب دياله ويرطب القلب دياله من جهة دياله هكذا ثم يعونه من جهة أخرى نحن نقول فرض أن هذا الأب ما رجعش عونه ما رجعش عونه ولكن هو ملزم ببره وبصلته ويرجع عنده إلى آخره وهو لا يدري ما الذي سيفتحه الله عز وجل من خزائنه جراء الصبر وجراء المحافظة على هذه العلاقة بينه وبين الأب دياله والمحافظة على العلاقة مع الأسرة كاملة هكذا فهو صبر على الحق دياله وصبر على البر وبر الوالد لأن نحن نبر الوالد في الأحوال العادية والله عز وجل يذكر والنبي صلى الله سلم الأجر الكبير في هذه الظروف ويضغط على نفسه ويقوم بهذه الواجب مع الأب لعل الله يفتح عليه من جهة أخرى من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسد نعم أستاذ غن رجع المسألة لأن لا بد الحكم الشرعي فيها بشكل دقيق جدا هنا يوقع فيها تسييوب مثلا أنت ومالك لأبك هنا بعض الأباء يعتقد على أن ذلك الذي عنده والد أو عنده حق يديه ويستطرر فيه كما بغى مثلا إبن خدام عنده 31 مليون أرى نزيدها في الدار هذا الحق يعطيه الإسلام هل تشكيل هذا أو هذا الحديث عندها ضوابط المال لأب سيجعله والمال للإبن سيجعله يا كوسد الأب ملزم بالنفقة على أبنائه يبلغ ويكون قدر على الكسب والعمل وهذا طيب الولد عنده المال يجعله والأب مثلا محتاج أو فقير أو لا يملك قوت يومه أو لا ما قدر يخدم هكذا فهناك نقول أو الفقه هكي يقول هذا الإبن خاصوا ينفق عليه على أبوه وعلمه بالمعروف بالمعروف بمعنى خاص يقول فقير ويقول ما عندوش ويقول ما قدرش يخدم لأن الفقه هكي يقولوا لكا الأب ما عندوش الفلس وقادر يخدم خاصوا يمش يخدم ما كانوا قولولوش قلس والإبن واللي فقالي لا إذا النفق على الأباء عندها واحد مجموعة من الضوابط الذين تجبوا نفقتهم بغير قيد أو شرط هما الزوجة والأبناء ونفقة الزوجة والأبناء مقدمة على نفقة الأبو الأم مقدمة أمور شرعية هكذا إذا كان نفقه على الأبو الأم في هذه الحالة اللي قلت الأب فقير ما عندوه احتشي حاجة ما قدرش العمل هذه الساعة يجي الأبن أو الأبناء كاملين كيتعاونوا ينفقوا على الأبو الأم طيب إذا الأب عندو المال دياله وعندو مثالين ما عندوش المال ولكن عندو الصحة قادر أنه يعيش مزيان ويأكل ويسكن وإلى أخير من المسائل فهنا الإبناء لا تجيب عليه النفقة لا تجيب عليه النفقة اللي بغى يدير من بعد كيديره التطوع الإحسان من خطره إلى آخره فالفقهاء بينوا هذه المسائل ولكن دائما وستد كنجي وكنقوله منين كيتعلق الأمر بالوالدين كيتقضى والحسابات كي يخصو وستد صافي صح يسألين الربح في دين الدنيا والأخير معه بيك لا وستد يعرف الإنسان وستد الجزاء دي للبر وستد رأيك يبارك الله في العمر ويبارك في الأجل وفي كل شيء وفي ذاك المال كي تطرح فيه البركة وفي ذات الوقت وستد لا أخصم يشقوش على الأبناء ديالهم في ظل الظروف وستد يعني اقتصادية صعبة وهذا يعرف أشنو فكتبقى هذه الحقوق متبادلة بالمعروف وبالخير والمهم أن يستمر البر لأن الإنسان لوالدي يعيش في الدنيا وما فاز شيء بالبر ديالهم فهذا هو الخسارة الكبيرة اللي ممكن يعيشها الإنسان نعم وستد بارك الله فيكم